موسيقى مساء الخير تزامنا مع تصريحات الحكومة الألمانية حول ما اسمته التصدي لمرسوم الأسد يظهر أحد أبواق النظام لينفي صدور هذا المرسوم كما تم تدوله ويقول إن ما ذكر فيه مناف لمادة دستورية أصلا فهل يحاول النظام مراوغة المجتمع الدولي؟ في المحور الثاني سنتحدث عن عمليات إجلاء المدنيين من بلدتي كفريا والفوعة بعد الاتفاق الذي جرى بين هيئة تحرير الشام والإيرانيين بشكل مباشر فهل باتت الهيئة اليوم تدعم أهداف إيران في عملية التغيير الديمغرافي في المنطقة عبر محادثات خاصة تجري بين الطرفين؟ حلقة جديدة من هنا سوريا أهلا بكم أهلا بكم مجددا أعلنت الحكومة الألمانية عبر متحدثتها أولريكا ديمير أعلنت اعتزام ألمانيا التصدي للمرسوم رقم 10 والقادي بحسب ما ذكرت إلى مصادرة أملاك لاجئين سوريين جاء هذا التصريح في وقت نفى فيه خالد عبود وهو أحد أبواق النظام لوكالة سبوتنك بأن ينفذ هذا المرسوم بالطريقة التي تم تدوله فيها نتابع التقرير ونعود للحديث هذا جزء من التغطية الإعلامية التي قام بها تلفزيون أوريانت عقب إصدار الأسد المرسوم رقم 10 والهادف للسيطرة على ممتلكات السوريين المهجرين الحلقات الثلاث التي بثت عبر برنامج هنا سوريا أحدثت جدلا كبيرا في الشارع السوري بعد توضيح تفاصيل المرسوم والغاية من ورائه والكشف عن نوايا النظام بإجراء تغيير ديمغرافي في المناطق التي هجر أهلها منها قصرا وكان الهدف من تغطية أوريانت نيوز الخاصة بهذا المرسوم إظهار خطورته والدعوة لتقديم شكاوى دولية من شأنها الوقوف بوجهه نحن حاولنا منذ البارحة كتابة مذكرة من اللوتنا القانونية إلى هيئة المتحدة إلى الجامعة العربية إلى هذه الدول ويبدو أن تعاطي الإعلام مع تبعات هذا المرسوم هو ما دفع الحكومة الألمانية للحديث بحزم حول المرسوم ودعوتها لحلفائها في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف موحد ضد تنفيذه لما يحويه من تسلط ونهب علني لممتلكات المدنيين تحت رعاية القانون وهو الأمر الذي سيعود بالضرر على هؤلاء المهجرين حيث سيصبح أمر عودتهم لبلادهم أشد صعوبة الآن من المقرر على ما يبدو مصادرة أملاك أشخاص فارين بذريعة واهية وإفقادهم كافة ممتلكاتهم وهذا من شأنه أن يغير الظروف المحلية لصالح النظام وأنصاره عودة اللاجئين إلى موطنهم ولا ينبغي علينا مشاهدة ما يفعله النظام دون ردة فعل يتعين علينا أن نفكر مع شركائنا في كيفية معي هذا الطلب الساخر على الطرف الآخر دفعت هذه التصريحات الأوروبية أمين سر مجلس الشعب خالد عبود لمحاولة تغيير ملامح المرسوم ومراده لينفي في حديث أجره مع وكالة سبوتنيك الروسية وجود نوايا لدى النظام بمصادرة أملاك السوريين مضيفا أن المرسوم كما تم تداوله هو مخالف للدستور السوري أصلا وللمادة الخامسة عشر منه والتي تنص على أن لا تنزع الملكية الفردية من قبل النظام إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون وحاول عبود تخفيف أثر المرسوم وتحويره من خلال ادعائه بأن المرسوم تم تفسيره بشكل خاطئ وهو الأمر الذي اعتبره متابعون محاولة أولى للتراجع عنه لما أحدثه من أثر على الحاضنة الشعبية للنظام قبل غيرها وعلى موقفه أمام دول الاتحاد الأوروبي التي تتحدث عن أحقية عودة اللاجئين فيها إلى منازلهم وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي زياد ريس من عمان ولاحقا سينضم إلينا الأستاذ أنور البني وهو رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية معنا من عمان مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم أستاذ زياد يعني اليوم نرى أبواق النظام تتحدث وتقول بأنه تم إساءة تحليل هذا المرسوم هل هي فعلا تمت إساءة قراءة هذا المرسوم أم أنها محاولة للمراوغة والمدارع مساء الخير أولا دعونا نتوقف عند كلام خالد عبود هذا المنافق الكاذب الذي قال الحقيقة هذه المرة تحدث بصراحة أن المرسوم لم يعرض على مجلس الشعب إذا تابعنا الإعلام وصفحات الفيسبوك التابعة لمجلس الشعب وموقعه ريكتروني نجد أن جلسة 19-3 التي أشار المرسوم لها أنها كانت الجلسة التي أقرت المشروع لم يعرض فيها هذا المشروع على الإطلاق خصص الجزء الأول من الجلسة لكلمة رئيس مجلس الشعب حمود الصباغ الذي تحدث ومجد ببشار الأسد وزيارته إلى أطراف الغوطة الشرقية وجزء الثاني كان حضور لوزير الإدارة المحلية حسين مخلوف ونقاش وتداول طويل عريض عن موضوع الخدمات الفنية ولم يعرض هذا القانون إطلاقا في جلسة مجلس الشعب 19-3 هذه أولا ثانيا كان هناك وفد كبير من مجلس الشعب متواجد في موسكو كان هناك مؤتمر في موسكو وكان هناك لدوة وحضر عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب إذن لم يكن مجلس الشعب كامل للنصاب في هذه الجلسة ليقر أي قانون يتعلق بالشأن العام وخصوصا في وظل هذا القانون فهل هذا يقول أن بشار الأسد يصدر القوانين وينسبها لمجلس الشعب وهم معتادين بذلك أعتقد أن خالد عبود كان جاهلا قليلا في متابعة أخبار رئاسة الجمهورية فظن أنه حقيقة سيعرض عليهم القانون أو أنها تعرض عليهم جميع القوانين وتناسى أن الأمر يمشي بعادة من مكتب بشار الأسد دون الرجوع إلى مجلس الشعب أيضا بالأصل الذي يعتبر مجلس تصفيق فقط سيصفق لرئيس الجمهورية الذي أصدر القانون يوم 2-4 وقال أنه في 19-3 أقره مجلس الشعب وهو ما نفاه بشكل كامل خالد عبود لأنه كان أمين سر وجلسة 19-3 كان متواجدا على يسار رئيس المجلس إذن كلامه حقيقة لم يعرض عليهم هذا القانون وصدر مثله مثل مئات القوانين التي يصدرها عادة بشار الأسد ومن قبل حافظ أسد ويكون مجلس الشعب له فقط الدور الشكلي لا غير نعم طيب أستاذ زياد يعني لطالما كان دور مجلس الشعب هو دور شكلي ولم نسمع تصريحات تتعلق بتوضيحات سابقا ما الذي استجد اليوم؟ الذي استجد حقيقة هو تصريحات الخارجية الألمانية عادة تصدر المراسيم في سوريا ولا أحد يتطرق لها المواطن السوري إذا رفع صوته الإعلام السوري بالأصل هو يتبع نظام بشار الأسد لكن هذه المرة التي استجد هو أن الخارجية الألمانية هناك تدخل خارجي هذا قانون مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية هناك تحرك دولي استعانت سبوتنيك الروسية بخالد عبود على أنه أمينسر توقعت أنه سيقوم بالرد بشكل كما اعتادوا دائما أن هناك بعض الكذب هناك بعض المراوغات الحقيقة أن الشخص لم يكن لديه دراية بهذا القانون لم يعرض عليهم على مجلس الشعب هناك فضيحة كبيرة هناك فضيحة كبيرة الآن سابقا عدة مرات صدرت قوانين لم يكن أعضاء مجلس الشعب لهم دراية بها لكن هذه المرة كان هناك تدخل دولي التحرك الألماني هو ما أعاد الكرة من أول مجدد لينبشوا هذا القانون ليفاجأوا أن نائب أو أمينسر المجلس الذي يقيد الجلسات كاملة ويحفظها في مكتبه قال أن هذا المشروع لم يعرض عليهم نعم نعم أنتقل للأستاذ أنوار البني مساء الخير أستاذ أنوار يعني اليوم تحرك من قبل ألمانيا تجاه هذا المرسوم يعني هل مخاوف ألمانيا هي تجاه السوريين أم أن لها ما لها في الدفاع عن السوريين المتضررين من هذا المرسوم مساء الخير لك وجميع المشاهدين بالواقع التحرك الألماني والأوروبي هو من أجل دفاع عن مصالح حقيقة أن تتحرك ألمانيا والاتحاد الأوروبي عندما أصحابين معظم أصحابين هذه العقارات وهذه البيوت قد قتلوا إن كان بالمواد الكيميائية أو كان بالأسلحة البرامين المتفجرة أو غيرها الآن أوروبا والاتحاد الأوروبي وألمانيا قلق من أنه لا يمكنها إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد هذه الخطوة وهذا ما يبرر حقيقة قانونيا عدم إعادتهم طالما أنهم خسروا كل ما يملكونه في سوريا والتالي يفقدوا أي رغبة أو إمكانية للعودة إلى ديارهم هذا حقيقة ما حرك الأوروبيين وهم قلقون على مصالحهم في الحقيقة وليس قلقون لا على الشعب السوري ولا على ملكيات الشعب السوري هم قلقون على مصالحهم أنهم لن يتمكنوا إعادة اللاجئين وبالتالي بدأوا التحرك بهذه الطريقة لا يهمها إن كانوا اللاجئين قد ماتوا بسوريا أساسا لكنهم أصبحوا عندهم الآن وهم يحاولون أن لا يفقدوا أي أمل بإعادة هؤلاء اللاجئين يوما ما عندما يضطروا لذلك ولكن أستاذ أنور اليوم الجديد هو أننا نسمع تبريرات وتصريحات من قبل أبواق تابعة للنظام إن كانت على قناة دوجيفيل الألمانية وإن كانت تصريحات لسبوتنيك يعني تحاول إعادة صياغة هذا المرسوم لماذا ترى بأن النظام اليوم يحاول أن يبرر هذا المرسوم؟ في الواقع هذه البربيغندا أعلامية أساسا يمارسها مع كل جريمة يرتكبها مارس هذه البربيغندا وبررها عندما قتل السوريين بالبراميل المتفجرة والقنابل بأنهم إرهابيين أو يؤون إرهابيين أو بأحاضن الإرهابيين وبررها استخدام الكيمياوي بمدادات قواعده بإبادة الغوطة أو غيرها ويحاول أن يكذب ليبرر أو لا يبرر ليغطي هذه الجرائم بإنكار استخدام الكيمياوي أو إنكار استخدام إذا أنكر صور سيزر إذا أنكر وجود معتقلين فهذه البربيغندا العلامية يجند دائما لها أبواق ولا أحسن بالنسبة للقوانين هذه لا أحسن من خالد العبود وأمثاله من قيام بالتبريرات وبربيغندا أمام الآخرين أو محمد العكام عدوز فيلي يعني كلهم أبواق دأبوا منذ زمن طويل على أن يبرروا أو يغطوا على جرائم النظام بالواقع أن هذا المرسوم بالذات هو رأس الهرم أو الجدوى من كل الجرائم التي ارتكبت من قتل وإبعاد وتهجير وتدمير هو وضع اليد على سوريا التي يريدها بشار الأسد حسب ما أعلن بخطابه حول سوريا المنسجمة المجتمع السوري المنسجم هذا ما يريده بشار الأسد للأسف أنه لم يبقى لديه سوريين ليغطي هذه المساحة وبالتالي فهو يجنس الإيرانيين ويجنس الأفغانيين ويجنس اللبنانيين لحتى يغطوا تملكهم لهذه الساحة ويسمح للشركات الأجنبية وخاصة الإيرانية بالمرسوم رقم عشر يسمح لها بالتملك والسيطرة لأنه لم يبقى لديه ناس يمكن أن تغطي وتشتري أو تسكن بهذه المساحات الكبرى التي دمرها وبالتالي أصدر المرسوم عام 2017 أساسا لتإنشاء الشركات القابضة والآن يسمح لها بالتملك يبيع سوريا باع سلطته وباع سيادته والآن يبيع سوريا الأرض بعدها انهجر سكانها نعم أستاذ زياد هناك من يقول بأن الحاضنة الشعبية أو جزء من مؤيدي بشار الأسد تأثروا بهذا المرسوم ولذلك تصدر هذه التصريحات هل فعلا يخشى اليوم نظام الأسد على حاضنته الشعبية ويحاول أن يصدر تصريحات وبيانات تبرر مراسيم ما كانوا قد تضرروا منها حقيقة النظام بشار الأسد لا يمتلك أي حاضنة شعبية عندما نتحدث عن حاضنة شعبية نتحدث عن مدنيين يؤيدون هذا النظام لا يوجد على هذا على أرض الواقع هناك شبيحة وهناك مرتزقاء هؤلاء يؤيدون بشار الأسد هناك سكان المراتق المؤيدة حقيقة مغلوبة على أمرهم لا يريدون نظام بشار الأسد ولا يريدون روسيا ولا يريدون إيران لكن الذي حدث أن هذا المرسوم الذي أصدره بشار الأسد أصدره على عجل عندما أصدر تاريخ إصدار هذا المرسوم سبق اتفاق الغوطة الشرقية بأيام وكان الوضع قد انتهى هناك ترحيل أهالي الغوطة ما حصل في الغوطة الشرقية الآن يثبت أن هذا المرسوم هو مترابط بشكل مباشر مع ما سيحصل في الغوطة وفي محيط دمشق دخلت القوى الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد وقامت بتقسم مناطق الغوطة الشرقية إلى أجزاء تتبع لأفرع معينة وتم جرد للآن لا يذال هذا العمل مستمر تم جرد المناطق السكنية كاملتان كل شخص من هو خارج سوريا من هو في مناطق دمشق من هو مقيمنا من قتل كانوا يقيدون كل ذلك ويحاولوا البحث عن السجلات العقارية وعن شهادات التسجيل الملكية لمن غادروا أيضا لاستملاك أرضهم هناك خطة إيرانية للاستيطان في محيط دمشق من قبل ميليشياتها التي أدخلتها إلى دمشق خصوصا مناطق المليحة والآن مناطق الغوطة الشرقية التي سيطر عليها نظام بشار أسد في المراحل الأخيرة يحاولوا من خلال هذا القانون أن يكونوا هم الملاك الجدد هذا القانون يتيح للشركات التي تقوم ببناء المنطقة أن تتملك إلى 20% وهناك 20% أخرى ستكون حدائق وشوارع إذن أصبح هناك 40% من المناطق السكنية ستذهب لصالح الشركات الإيرانية التي ستقوم بتنفيذ البناء ويبقى 60% سيقوم النظام بتقسيمها حسب ما يشتهي تم تهجير الأهالي تم تهجير عدد كبير منهم لكن بالتصريحات الأخيرة لخالد العبود وآخرين تحدثوا بهذا الموضوع يعني اليوم هم يدينوا أنفسهم إن كانوا فعلا سيقوموا بإعطاء هذه الأراضي لشركات إن كانت روسية أو إيرانية هم يحاولوا الآن المماطلة وإضاعة الحقيقة فاجأهم التحرك الدولي لم يكن يتوقعوا أن الإعلام السوري التابع للثورة السورية وللشعب السوري سيستطيع إيصال بهذا الشكل القوي حقيقة القضية إلى الرأي العالمي ويحض الدول على التحرك التحرك الألماني سيتبعه تحرك دول أخرى هذا الأمر فاجأهم لخبط حساباتهم وأعادهم إلى المربع الأول يحاولوا الآن كما جرت العادة يعني كنا نعتاد أن هناك في بعض المراحل النظام ينكر وجود مدينة كاملة قرية كاملة ينكر وجودها عبر الإعلام عندما تفتضح جرائهم في هذه المنطقة الآن سيحاولوا الآن التحدث أن هناك ليس هذا هو القانون الذي صدر ليس هذا رغم أن القانون صدر عن رئاسة الجمهورية وموجود إلى الآن على صفحة رئاسة الجمهورية وبنوده مفصلة بشكل واضح مئة بالمئة تتحدث عن أن من لا يستطيع أن يأتي أو يحضر لإثبات ملكيته سيتم مصادرة أملاكه وأعتقد أن هناك أكثر من خمسة ملايين سوري لا يمكنهم الحضور إطلاقا حتى هناك أكثر من خمسة ملايين سوري آخرين داخل سورة لا يمكنهم الحضور يعني عدا عن المطلوبين الذين لا يتمكنوا أيضا من مراجعة هذه المراكز وكما نعلم الجميع بحاجة لموافقة أمنية سأنتقل في السؤال للأستاذ أنوار البني أستاذ أنوار يعني اليوم بعد هذا التصريح الألماني ما الذي يمكن لألمانيا أن تفعله عدا عن هذه التصريحات لأنها قالت بأنها ستتصدى لهذا المرسم قانونيا في الواقع لا أعتقد أن ألمانيا تستطيع فعل شيء الشيء الوحيد الذي يستطيع فعله ألمانيا وأوروبا والعالم هو نزأ الشرعية عن هذا النظام طالما أنهم ما زالوا يقولون بأن هذا النظام هو موجود دوليا وأنه بشار الأسد ما زال رئيس جمهورية فهذا يعني أنه يحق له إصدار ما يشاء من القوانين حتى لو أساءت لمصالحهم وبالتالي الطريق الوحيد أن يحارب أو يواجه مثل هذه المرسوم هو نزع الشرعية تماما وكليا عن نظام بشار الأسد وكل هيكليته الشرعية الدولية ويسلخ عنه صحة تمثيل الشعب السوري هذه الطريقة الوحيدة فقط التي يمكن مواجهة مثل هذه القرارات باعتبارها أصبحت تصدر عن سلطة غير شرعية أو فاقدة الشرعية وغير منطرف بها دوليا أستاذ أنوار أصبح بناء على ما ذكرت كيف يمكن قراءة هذا التصريح؟ أعتقد بأنها بدأت سلسلة الآن أتمنى أن تصل إلى ما نصب إليه وسريعا أعتقد أنها بدأت سلسلة أعتبارا منذ فترة وترسخت في الأهلان الذي صدر عن مجموعة الخمس الدول التي اجتمعت في بروكسل وتكلمت عن العدالة وعدم إمكانية السماح بإفلات العقاب عن كل الجرائم التي ارتكبت في سوريا والتي تكلمت كذلك عن عدم إمكانية وجود مجرم كبشار الأسد في مستقبل سوريا ولا حتى في المرحلة الانتقالية والآن جاء هذا القانون ليزيد أو ربما يكون الشعر التي تقسم ظهر البعير والذي يؤدي بالنتيجة إلى أن يجمع المجتمع الأوروبي والغربي على القرار النهائي بنزع أي شرعية عن مثل هذا النظام المجرم للتتكب كل هذه الجرائم والعمل على محاكمته وهناك عديد من الطرق لمحاكمته وأعتقد بأن أحد هذه الطرق اللجوء إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة لإصدار قرار بإنشاء محكمة واستغناء عن مجلس الأمن واستغناء عن محكمة جناية الدولية وإنشاء محكمة خاصة عن طريق الجمعية العامة الأمم المتحدة وهذا ما تقوم بعض الدول الآن بالتهيئة له والعمل عليه وبالإضافة إلى تفعيل مبدأ الصلاحية العالمية الموجودة لدى بعض الدول الأوروبية ومنها ألمانيا والسويد والنرويج والنمسا تفعيل مثل هذه الصلاحية يمكن أن يرسل رسالة واضحة بأن زمن هذا النظام وشرعيته وكل ما يتبع ذلك من تمثيل وغيره قد أصبح من الماضي وأن مصيرهم تماما هو مواجهة العدالة التي ستقتص للضحايا والسوريين كلهم نعم أنتقل للأستاذ زياد أستاذ زياد يعني اليوم أبواق النظام تحاول أن تطلق تبريرات وتصحيحات لهذه المراسيم أو لهذا المرسوم رقم عشرة هل تعتقد بأنها تضطلي على الحكومة الألمانية أو على الدول الأوروبية التي ترغب في التحرك لاحقا لمواجهة هذا المرسوم بكل تأكيد لا تنطلي هذا الأمر يعني هذه الدول تعلم علم اليقين أنها هو أفكار وأفعال نظام بشار الأسد المؤيدون يحاولوا الآن مواساة أنفسهم هناك جزء كبير من من يؤيدون هذا النظام من من فروا إلى أوروبا ومتواجدين الآن سواء كان في ألمانيا أو في فرنسا أو في هولندا تأثروا أيضا كثيرا جدا جدا تأثروا بهذا القرار يعني لديهم أملاك لا يستطيعوا الآن الحضور لإثباتها لكن ما يميزهم عن بقية أبناء الشعب السوري المهجر أن المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية هي الأكثر تأثرا لأن النظام يضع الآن نصب عيونه إعادة هيكلة هذه المناطق من الجنوب إلى الشمال في كل المناطق التي عادة واحتلها بقوة السلاح يحاول الآن أن يعيد تنظيمها من خلال المجالس المحلية التي وضعها كواجهات سيقوم هذه المجالس بكتابة ما يشاء النظام من طلب لإعادة تخطيط المدن وتحديد المناطق التي يجب أن تهدم هذه الدول تعلم تماما ماذا يفعل في بشار الأسد والأمر أبعد وأعمق أيضا من موضوع فقط عودة اللاجئين الأمر أكبر من ذلك بكثير هناك محاولة لإدخال عناصر إرهابية إعطاءهم جنسية سوريا وإقامة شرعية في سوريا هؤلاء يتبعون إيران ولديها مشاريع خطيرة جدا إيران لا تريد للمنطقة الخير ولا تريد لهذا العالم الخير وبالتالي هذه الدول تتحرك الآن لمصلحتها ولمصلحة أمنها القومي أولا والأمن بشكل عام في هذه المنطقة شكرا جزيلا لك زياد الرئيس الكاتب الصحفي كنت معنا من عمان وشكر موصول لرئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية الأستاذ أنور البني كنت معنا من بردين وصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة